تجهيز مخيمات يواي مخصصة حصر المهاجرين القادمين والسكمال ترتبات عودة بعضهم إلى بلدانهم ملخص دعوة وجهتها الحكومة إلى الأمم المتحدة مطالبة على لسان وزير الإدارة المحلية عبد الرقيف فتح المفوضية السامية لشون اللاجئين بضرورة مساندة اليمن لاحتواء أزمة تدفقهم من القرن الأفريقي طلب المساعدة الأممية يهدف وفق وزارة الإدارة المحلية إلى تقليص نسبة التدفق الأفريقي كما أن حصر أعداد اللاجئين ووضعهم في مخيمات إيواء يساهم في منع استغلالهم من قبل ميليشيا الحوثي كان ميات الأفارقة بينهم نساء وأطفال قد تم احتجازهم قسريا في ملعب لكرة القدم بعدا من قبل الحزام الأمني وبحسب منظمة الهجرة الدولية فإن هؤلاء المهاجرين يعيشون ظروفا صحية وإنسانية متدهورة وعليقون بين الوصول إلى بلدان الخليج للبحث عن عمل أو العودة إلى بلدانهم الأصلية منذ العام 2014 ورغم دخول اليمن أتون حرب شاملة إلا أن الهجرات الأفريقية إليها لم تتوقف وتقدر إحصائيات الأمم المتحدة عدد المهاجرين بنحو 150 ألفا خلال عام 2018 فقط بينما تؤكد أرقام وزارة الصحة بوصول أكثر من 37 ألف أفريقي خلال الثلاثة الأشهر الأولى من العام الجاري بنظر الحكومة فإن سمرار تدفق اللاجئين يشكل أزمة لها في ظل ظروف اليمن غير المستقرة وفيما هو مؤكد فإن قدر هؤلاء اللاجئين الهاربين من فقر بلدانهم أو العائدين قصرا إليها الموت في عرض البحر أو الموت داخله